بدت أنزل من الناقة وش بقير راية الربيع عد راعنا أخوان لك نصاوى نصاوى شلون أرجع الناقة ميرتف عولة ما بيقوة الناقة ميرتف عولة ما بيقوة حتى لوعة والنبير كوب الهزين الصور يسبوق يا كفيني شف علي بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة من ذا يقدم لأجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيله وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزناً فيا ليت الجبال تزولوه ولمن تنادي والحمات على الثرى صرعى ومنهم لا يبلغ غليل أرأيت أختاً تقدم الأخيها فرس المنون لا حماً ولا كفيلوه يا نور عيني يا حشاشة مهجتي من للنساء الضائعات دليلوه ورنيت إلى نحو الخياء بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعاه بجواده إن الفراق طويل فخرجنا ربات الخدور عواثراً وغدا لها حول الحسين عويل ورد رد وعيا لمن العطش يوماً صاح حسياً للتوديع قوماً مثل سرب القطة قاماً يحوماً تطيح عليها وحدتنا وتعثر جاية زينب وباجل حرم يم وصار لله داع علي يهلم يحب سكنايا وهي قامت تشم هام سرب هام هام أن تطوير أبويا أبويا قول لا تخفي علي آه 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 هذه راحتك لو بعد جاية آه 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 جان رايح هاي هي آه 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 خذ نوياك عنك ما قدر أصبر إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد هذه دعوة إلهية للمؤمنين بأن يعيشوا الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى والتسبيح المتواصل لله سبحانه وتعالى إذ قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الإنسان المؤمن خصوصا في هذه الأشهر الشريفة وهذا شهر رجب يجب عليه وإن كان طول السنة الإنسان يجب عليه أن يكون ذاكرا لله ولكن هناك خصوصيات هناك محطات عبادية وهناك محطات فكرية وهناك محطات قلبية الإنسان يقف عند هذه المحطات ليتزود يتزود منها خصوصا هذه محطة رجب وهي مقدمة إلى شعبان وشعبان مقدمة إلما إلى شهر رمضان الذي الإنسان يتوج بمن بليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذا الشهر الإنسان يستحب له أن يذكر الله ذكرا كثيرا في طول السنة أنت تذكر ولكن الإمام الكاغم سلام الله عليه يقول بأن رجب هو نهر في الجنة اسم نهر في الجنة حلاوته طعمه أشد أحلى من العسل وبياضه أشد من الثلج من صام يوما من هذا الشهر سقاه الله من ذلك النهر ومن صام ثلاثا وجبت له الجنة ها هاي الله عز وجل يعطي هاي الخيرات بالمجان للإنسان للإنسان المؤمن يعطيها بالمجان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمي هذا الشهر بالشهر الأصب الأصب لأن الله عز وجل يصب رحمته على المؤمنين صبا اللهم ارحمنا يا رب واجعلنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين وبشفاعة محمد وآل محمد إذن الإنسان يذكر الله عز وجل ولكن أي ذكر هذا هنا الإنسان يقف هل كما قال النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لصحابته قال من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة أو نخلة في الجنة فقالوا له يا رسول الله إذن ما أكثر نخيلنا قال ولكن هنا انتبهوا ولكن لا تحرقوها بكثرة ذنوبكم هنا هاي المسألة الإنسان يذكر الله يعمل يصلي يصوم ها هاي المستحبات يعملها ولكن بغيبة واحدة أو بنميمة أو ببهتان أو بذنوب ها والإنسان عادة يستهين بذنوبه الصغيرة ولكن ولكن لا يعلم بأن هذه الذنوب تتجمع وهو لا يعلم يجي يوم القيامة يقدموا لكتابه يقول له خذ كتابك هو يدر إنه مؤمن مؤمن موالي مولانا ويجي يحضر حسينيات ويصلى صلاة الليل وكذا لكنه شنو يجي وإذا كتابه فارغ كل شي ما بيه يا إلهي أنا عامل ومصلى وصايم وحاضر وكذا وين إذن ورح قال له صحيح ولكن عندما تجلس أنت تستغيب فلان وتبهت فلان وتنمم على فلان وتتكلم على كذا وهكذا هاي كل هالذنوب تذهب إل من تذهب إلى الناس تذهب تروح ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله يسأل أصحابه من المفلس يقول له من المفلس يقول له ليس له دينار ولا درهم قال لا المفلس الذي يأتي يوم القيامة يجي يوم القيامة وعد حسنات بالدنيا كثيرة ولكن يأتي يوم القيامة صفر اليدين هنا المصيبة مولانا ها يجب على الإنسان المؤمن أن يرجع إلما إلى الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم دير بالك على نفسك ها أنت أيها الإنسان دير بالك على نفسك إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي اللهم ارحمنا يا رب رحمتك يا رب رحمه هذا هو الإنسان المؤمن أن يذكر الله عز وجل لكن كيف تذكر الله هل فقط بلسانك نعم هناك ذكر باللسان ولا بأس به وهذا الذكر مطلوب من الإنسان أن يذكر الله دائما دائما والحمد لله كل ياتنا عندنا هذه المسبحة ها بدل ما تلتهي بها أنت بدل ما تلهي فيها ها وأنت صاف أو أنت اطالع الخطيب أو أنت جالس بالبيت واطالع التلفاز ما في مشكلة ها ولكن أنت اجعل مسبحتك بإيدك اجعل هالمسبحة وليس هناك ذكرا أفضل من الصلاة على محمد وآلي محمد فدمية مر الأم البنين سلام الله عليها مئة مرة الأمواتك مئة مرة الأمك الأبيك وهكذا الأصدقائك الأخوانك ها كم من المؤمنين موجودين كانوا هنا وقد رحلوا من هذه الدنيا ها أيضا اذكرهم بالصلاة على أهل البيت على النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين هذا فضل كثير ها وأنت تعرفون بأن هذا الذكر يوم القيامة أثقى الذكر عند الله عز وجل بالميزان أثقى الذكر بالميزان هي هذه الصلوات ها فالإنسان لماذا يبخل لماذا يبخل بيده سبحته وبقلبه وبلسانه الخفيفة ها يذكر الله عز وجل أذكار كثيرة هناك أذكار كثيرة أي التسبحات قل هو الله أحد لا إله إلا الله كثير من الأذكار خصوصا في هذا الشهر هو الاستخفار هناك الاستخفار وموجود في كتب الأدعية الإنسان بإمكانه أن يذكر الله عز وجل بلسانه واذكر الله ذكرا كثيرا هذا ذكر باللسان لكن هناك ذكر أقوى من ذكر اللسان وهو أن تذكر الله عز وجل بقلبك هذا أقوى من اللسان مرة باللسان هذا مطلوب من الإنسان ومرة أن تذكره بقلبك وبعقلك عندما ترى آلاء الله سبحانه وتعالى عندما ترى مخلوقات الله أنت تشوف هذه المخلوقات العظيمة وتشوف إحنا هاي الكرة الأرضية شوفوها اللي إحنا الآن خابصين الدنيا وخايمين الدنيا وفوق حذر مولانا وإذا الدنيا هي الآن لم نطالحها إلى الكواكب الأخرى كحبة رمل كحبة رمل في هذه الصحراء حبة رمل شون قيمة الأرض هاي هاي الإنسان اللي يظلم ها أشوف هذه الأوبئة اللي نشروها هاي الأوبئة مصطنعة مولانا هاي الأوبئة نشروها لقتل الناس الناس لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ها فإذن الإنسان عليه أن يذكر الله عز وجل بقلبه عندما يعيش هذه المخلوقات وهذه الكائنات سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا ثقنا عذاب النار يا الله هكذا الإنسان يعيش يعيش ألاء الله سبحانه وتعالى مو فقط يعيش الذكر بلسانه لتعيش الذكر بلسانك عيش الذكر أيضا بمن بقلبك وبفكرك وعقلك هذا الإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى دائما يكون مع الله أحد الأخوة المؤمنين في البصرة وكان تاجرا يذهب إلى الصين يعني مو بعيد هاي السنين المضت وهناك نزل بالفندق ودخلت عليه نعوذ بالله من هذه المومسات وقالت أنا لك قال نعوذ بالله بينه بالنفس إلهي أنا دائما أذكرك أرحمني وخلصني هو مو هو مو يوسف عليه السلام ما هو مو يوسف ولا نبي إنسان دائما ضعيف قال أصبري إلى أن أدخل إلى الحمام دخل الحمام سقط وانكسرت رجلة أخذوه إلى المستشفى وجبروا رجلة وأخذوه بالسد يا مولانا رجعوا إلى البصرة هو شايل هاي رحمة إجدت رحمة ليش لأن الله عز وجل يقول اذكروني أذكركم هذه هي الشدات الإنسان ها ولا تنسون أشد يوم علينا نحن أشد يوم عندما ندخل وين ندخل إلى القبر يوم شديد على الإنسان ها فالإنسان دائما أن يذكر الله عز وجل بعد بمن بعد وين كل عقولكم راحت لي وين مولانا ها إلى محمد وآلي محمد هذا أبا الحسن أبا الحسن عليه السلام ها الذي يحضر الشدات ها سلام الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين هذا ذكر بمن تذكر الله بقلبك وبعقلك وهناك ذكرا أيضا أشد من ذكر القلب والعقل وهو ذكر العمل أن تذكر الله عمليا تذكر الله بالعمل كيف تذكر الله بالعمل ممرة الإنسان يجي يصلي هذا ذكر هذا ذكر ولكن مرة الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وبعد في آية أخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم هناك وسارعوا الآية الثانية وسابقوا يعني هناك في سباق إلى العمل الصالح إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات إذن أيضاً هناك ذكراً بالعمل وهو أقوى من ذكر القلب وأقوى من ذكر اللسان هذا الإنسان عندما يعيش عملاً تشوف متواصل كالنحلة في خدمة الناس في خدمة المؤمنين لا تستنكف أيها الأخ المؤمن أنت وقائم أنت وقائم من مكانك أي شيء حتى أجلكم الله الخمامة كذا شيله وياك هذا عمل صالح عمل أوساخ سقطت شيله وياك لا تستنكف لك أجر وثواب لك أجر إن تقوم وزع الماء ما في مشكلة وزع شاي وزع ماء أي شيء هذا أيضاً الإنسان الذي لا يقدر مساعدة الأيتام عمل صالح الفقراء عمل صالح تربية الأبناء عمل صالح الأخلاق هذه الأخلاق الإنسان عندما يحمل أخلاقاً هذا عمل صالح كل هذه الأعمال أنت وتسير بالطريق أنت وتمشي بالطريق وشفت لك فرد مكسور أي شيء عندما توخرها ولو برجلك هذا عمل صالح أيها الإنسان هذا عمل صالح ولا تستهين بالعمل الصالح الصغير لا تستهين لعل هذا العمل الصالح ينجوك يوم تنجي يوم القيامة أهل البيت عليه السلام ينقلون فرد قصة طريفة عن أنه أحد المؤمنين هذا الإنسان المؤمن يوم القيامة وإذا كفت السيئات زادت على كفة الحسنات فأمر به إلى جهنم جهنم الله أوقف الملائكة قال لهم أنتوا سجلت كل أعماله وحسنة قال نعم كل أحصيناها لأنه الكتاب لا يغادل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كلنا أحصيناها قال في يوم من الأيام بعث بخبزه خبز بعث إلى الأيتام عائلة أرملة وعدها أي يتيم هاي مسجليها قالوا نعم هاي موجودة قال هل بقيت حسنة واحدة عنده قال ما هي معدة قال إنما هذه الحسنة أنتم ممسجليها وهي بسمة الطفل اليتيم عندما فرح هذا الطفل لما شاف الخبز فرح وتبسم هاي أنتم ممسجليها الحسنة سجلوا لي وعندما وضعوا الحسنة في كفة الحسنات مالت هذه الكفة على كفة السيئات اللهم صلى الله بمن مولانا بمن ببسمة طفل يتيم وهذا الإنسان ما متوقع أبدا فلا تستهين أيها المؤمن بعمل بسيط حتى لو كنت في الدار أنت بالبيت ها وعندك كم غرفة وهذه الغرف كل الأنوار مفتوحة لكنه ما حجالس فيها ما حجالس فيها اذهب أنت أيها الأب قوم أمام أولادك ها واطفئ الأنوار ليش لأن هذا إسراف إسراف يا أخي هذا ما لداعي هذا عمل صالح ولك أجر في ذلك ادخلت للبيت وبالحديقة حديقة البيت وهذه الحنفية مفتوحة وما تستفاد زايد ما يزايد أو بعض الأحيان للأسف أيضا بعض الأخوة اللي يتوضعون ها وتشوف هاي البوري مالة الماء يجري بكل قوة وهو على كيف يمسح مولانا ويخسل وكذا وهذا الماء يجري مع أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تسرف بالماء حتى ولو كنت على نهر جاري لا تسرف حاول أنت أيها المؤمن لا تسرف بالماء لا تسرف هذا الماء أيضا تعبانين علياه لا تصور أنه متعبانين عليا الناس الدولة والحكومة كلها تعبانا على هذا الماء وجاء يتقدم إلك يتقدم إلك فأنت لا بد أيضا أن تغلق هذه الحنفية ولا تسرف قربة لله تعالى هذا عمل صالح ولك أجر في ذلك إذن الذكر الذكر العملي هو أقوى من ذكر القلب وأقوى من ذكر اللسان هم ثلاثة ثم طلوين وسبحوه بكرة وأصيلا البكرة هي صلاة الصبح صلاة الصبح عندما الإنسان يستيقظ لصلاة الصبح ويخلص يذكر الله هذا الذكر سواء قراءة قرآن أو تسبيحات ولو بعشر دقائق ربع ساعة الإنسان يذكر الله ها هذا وسبحوه بكرة وأصيل الأصيل وين شنه صلاة العشاء بعد صلاة العشاء ها الحمد لله جزاكم الله خير أيضا هذا أيضا ذكر لله عز وجل الآن هذا تسبيح لما انتجون إلى الإحسينيات ها هذا ذكر الله عز وجل وسبحوه بكرة وأصيل هذا الأصيل يعني آخر الليل الإنسان عندما يستمع يستمع إلى ذكر الله عز وجل يستمع إلى علم إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله ذكر أهل البيت صلى الله عليه مجمعين وهذا أفضل شيء وسبحوه بكرة وأصيل هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني بعض الناس يظنون بأن الله عز وجل فقط صلى على النبي صلى الله عليه وآله اللهم صلى الله عليه وآله في الآية الشريفة اللي معروفة إن الله وملائكته ولكن انظروا يا أخواني انظروا الإنسان الذي يذكر الله عز وجل ويسبحه بكرة واصيلا يعني الذي يلتزم بأوقات الصلاة هناك صلوات من الله عز وجل عليه وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم رحمة الله رحمة الله تنزل هو هو الذي يصلي عليكم بإغداق الرحمة والمغفرة على الذين يصلون ويسبحوه بكرة واصيلا وملائكته يدعون الله عز وجل بالاستزادة أن يزيد الله عز وجل بإنزال الرحمة على المؤمنين هاي مولانا الله عز وجل ليش يريد أن ليخرجكم من الظلمات إلى النور يخرجكم من الظلمات إلى النور هذا هو الإنسان عندما يذكر الله عز وجل وكيف يكون الذكر كيف ها هل ذكرا طبيعيا هل تسبيحا طبيعيا نعم هكذا يكون المؤمن متواصل مع الله سبحانه وتعالى دائما متواصل الإمام زين العابدين سلام الله عليه سيد الساجدين يقول هذا طاوس اليمان يقول كنت أطوف حول الكعبة يقول كلما أطوف شوطا وأرى رجلا متعلق بأستار الكعبة ويبكي ويتملم التملم للسليم يقول أسرعت في الطواف أريد أرى من هذا الرجل لما انخلصت الطواف يجي تلقيت الإمام زين العابدين قلت لمولاي أنت هلكت نفسك من البكاء مو أنت أولا أنت ابن رسول الله وإذا مؤ بالرسول الله أنت عندك شفاعة رسول الله وإذا ما عندك شفاعة رسول الله عندك رحمة الله هاي رحمة الله عز وجل يقول جزاك الله خير ولكن أقول لك يا طاوس أما شفاعة أما نسبي من جدي رسول الله الله يقول لا أنسى بينهم ما أنساب والنبي صلى الله عليه وآله يقول ائتوني بأعمالكم ولا تئتوني بأنسابكم قال النبي صلى الله عليه وآله يوم كان على فراش الموت يلتفت إلى عمه العباس يقول يا عم يا عباس يا ابن عبد المطلب اعمل لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا ثم يلتفت إلى عمته صفية ويلتفت إلى من أقربائه وآخر ما يلتفت إلى أعز الناس على قلبه وهي فاطمة الزهراء سلام الله عليها ويقول لها يا فاطمة بنت محمد اللهم صلى على محمد وآله محمد اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا لا تقولين أنا باتر أبوي رسول الله ولا واحد يجي يقول أنا جد رسول الله وأدخل إلى الجنة بلا حساب اعملوا هكذا النبي صلى الله عليه وآله اعملوا لما عند الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا وإلا شنو يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما يعطي وساما لفاطمة الزهراء أو لأمير المؤمنين أو للحسن والحسين لقربهم النسبي لا مولانا إنما يعطيهم هذه الأوسمة لقربهم من الله أولا وما ينطق عنه الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذن قال له هل ينفعني هذا النسب قال له لا يعني إذا على هذا الحساب ما ينفعك النسب قال له وأما شفاعة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل يقول ولا تنفع الشفاعة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له وقال له أنا ما أعدي فرد قارنتي مثل ما يقولون ما أعدي قارنتي مئة بالمئة الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يشفع لي قال له ما أعدي قارنتي أنا ما أعدي ضمان ولكنه نحن نطمع كل مؤمن فقير نحن كلنا فقراء إلى الله عز وجل نحن نطمع بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله نطمع بشفاعة أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين بل ونطمع بكل شفاعة محمد وآله محمد ربما هذا الرجاء من الله عز وجل أن ترجو الله دائما أخي المؤمن أرجو الله عز وجل أن يرزقك شفاعة أهل البيت عليهما السلام دائما وإلا لن ننجو لن ننجو يوم القيامة إلا برحمة الله عز وجل وبشفاعتهم صلى الله عليهم أجمعين غير هذا وإلا بعملك أيها الإنسان بعملك أنت تنجو لا تنجو بعملك إنما إنما تنجو برحمة الله عز وجل وبالشفاعة يقول إذن أنا ما عندي فرض ضمان لهذه الشفاعة فهل تنفعني الشفاعة قال إذن قال أنا خليها وراء الله قال وأما رحمة ربي الله عز وجل يقول بالقرآن وإن رحمة الله قريب من المحسنين وإني أرى في نفسي ليس محسنا اتركني يا طاوس اتركني مع ذنوبي متعلقا بأستار الكعبة وأبكي على نفسي هذا درس لنا مولانا هذا إن إن لكم أيها الناس يا مؤمنين هذا الإمام زين العابدين مفترض الطاعة وهو يبكي ويتملم التملم للسليم أمام الله عز وجل فكيف نحن بنا وين قلوبنا وين صارت خصوصا في هذه الأشهر الإنسان خلي حاول أن يتقرب إلى الله عز وجل ولو بالكلمة الطيبة وكان بالمؤمنين رحيما هاي هنا الرحمة نسأل الله عز وجل أن يرحمنا كلنا يا الله بحق الحسين وبحق فاطمة بحق أهل البيت يوم يلقونه تحيتهم فيها سلام عندما تلتقي أيها المؤمن بربك هذا الرب الرحيم وهذا إجاء الأعرابي لمن إجاء للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامة قال الله قال إذن فزنا ورب الكعبة فزنا قال ما طول الله اللي هو العادل هو اللي حاسبنا الحمد الله لأنه بني آدم ما يرحم بني آدم ما يرحم الله عز وجل هو الرحمن الرحيم هذا هو الرحمن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما يوم يلقونه تحيتهم فيها سلام يجون الملائكة يسلمون هاي السلام شنو هو السلام ها ها هذا السلام الإنسان اللي يعيش دائما البارح نقول اللي يعيش دائما قلبه في سلام الإيمان كما قال الإيمان الهادي الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وتعيش أنت أيها الإنسان المؤمن في حالة سلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني سلام أن يكون قلبك أيها الإنسان قلبك دائما يحب كل الناس كل الناس يحبه وتحييتهم فيها سلام ونرى الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم كيف كان قلبه من سلام وكان يبكي على أعدائه يبكي على أعدائه لأنه كان يحب الناس كل الناس حتى أعداء كان يحبهم قالوا له لم تبكي يا أبا عبد الله أنت لماذا تبكي أنت لم تبكي قال أبكي عليكم لأنكم سوف تدخلون النار بسببي أنا أبكي على أنسانيتكم ليس أبكي على ظلمكم وإنما أبكي لأنكم كل منكم إنسان وأنا إنسان فأنا أبكي على أنسان إنسانيتكم سوف تعذبون وتدخلون النار بسببي لأنكم تقتلون ني هذا هو الحسين سلام الله عليه إذ شوف عندما جاءته السهام من كل جانب وسقط على وجه الأرض وهو يرمق السماء بطرفه وبكل سلام وقلبه مطمئن صبرا على قوائك يا رب لا معبود سواك تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك لله يوم ابن البتول فإنه أجل البتولة والنبي وحيدر يوم ابن حيدر والخيول محيطة بخباه يدعو بالنصير فلا يرى فهوى على وجه الصعيد روح الفداية لك أيها الثاوي على وجه الثرى نعم وجاء الفرس يدور حول الحسين يلطخ ناصيته بيده بدمه ثم توجه إلى المخيم وهو يحمحم ويصهل صهيلا عاليا سمعته زينب التفتت إلى سكينة عن مقومي لاستقبال والدك خرجت سكينة وإذا بالجواد خال من الحسين يا جواد الحسين أين حسين أين من كان لي عماد ظلال بجايت بجد زي بجد سكنا ونادت يا عما المهر حط بالقلب عل طلعت زي نبصار خي أوصاحت يا مقدار وين حسين عن ظهرك تقنطر أسمع بالمعار أصياح كبار علي من فزع هذا جي شو التم علي من فزع هذا جي شو التم يا مهر حسين قل حسين وين دلي يا نبولينا هذا الخيل ساعة ولفت اللي أنا ونريد يقوم وبرد يتوزم ونريد يقوم وبرد يتوزم يا مهر حسين ينخذنا للولي روح نشوف بياك تر نايم وما تروح ونريد نلحق قبل ما تلحق علي الروح وقبل ما يلحق عليها يلم حتى إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا رب العالمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بفرج وليك وحجتك على خلقك اللهم ارفع هذا البلاء الوباء عن جميع الناس وعن جميع المؤمنين يا رب العالمين اللهم اغني كل فقير وأشبع كل جاع واكس كل عريان واقضي حاجة كل محتاج واشفي كل مريض وغير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم المؤسسون اللهم احفظهم ورعاهم ومن يلوذ بهم إلى أمواتهم أموات الجالسين السامعين المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبلها صلاة على محمد وآله محمد رحم الله من قرأ سورة امواتهم لجن صاوة صاوة شلون أرجع أنا قمير تفعي ونه ما بيقوة أنا قمير تفعي ونه ما بيقوة حتى لوعة والنبير كوم الهزين الصور يسبوق يا كفيني